اوما في الميكرو على ايame في الدين كل يوم معنا القهوة عند عقوق باللاستوس والى مفوق صبحية وجو صيصي على ايام فهم تضكوني الموجة تركح ياعواء وقيت باية معاكم وين ما تكون اووووووووووو يفهم يفهم وقية بيا مع بيا الزردي أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا بكم على موجات غاديو يفهم أحلى غاديو بيا الزردي معكم في وقية بيا حتى للحديش أهلا وسهلا بكل الناس اللي تسمع فينا وين ما يوصلهم صوتنا التواصل معنا السهل باشا على صفحة فيسبوك وعلى الكونت انساجرام وزيدة كيف كيف على ايفام تي فيها كتجمو تتفرجوا فينا وتفرجوا في أجوائنا في الستوديو الكرونيكا كل حاضرين في فورما إن شاء الله تشوف تابعونا برشة أخبار برشة اكتواليتي مواضيع حلوة برشة اليوم في الماتينال في قية بيا باجة أهلا وسهلا في الإخراج دونك باعت شوية ليلي باش تكون في الموعد محمد شيحا يفهم ديكوفيرت الكوتشوية الشاف بوجة البين في يد بارت اليوم ساسوها في المرشة عهد كرماوية في ألو صباح الخير وزيدة الفارو أيا بالغايب باش تكون معنا زيدة كيف كيف في الإعداد وفي فقرات أعلى بالزوم عليه أهلا وسهلا ومرحبا بيكم بحضي عهد أهلا عهد صباح خير برشة مرحبا صباح النور عودة ميمونة عادي كونجي نهائرينا عملت كونجي بهين مش ظهر عليك فهمت فيهم روح يسري فهم ذات شو ألا فهمت أخيو وليتو يتناشطو بال كاهاو عت غبت عي hass يحبو سكتونا retr سكتك حد كاولي بليي مدمن تكلمو فالحاق خلينا نتكلمه. والله. مسيلش. ما سكتوكش قبل بش سكتوك تاوه. وعليه مثلا ان يحبوا سكتوني مثلا. باريش. حسب رأيك انت. ممكن قلقتهم اه. اه هو سبنا حكي تقلقتهم. قلقتهم بارشة. ما زلت بش نقلقهم. كاو. ان شاء الله. ما دايب فاما نفس ما دايب فاما اقلقكم. هكا ولا ليه? كاو. مرحبا يا سيد دعيا وانتي تقلق. قول انتي سا انتي اشتعمل. نعم. انتي تقلق في شكون. تقلق في العبيت. تطلبهم. ودرج تحكيلهم. ودرج تقول لهم. وتحصل فيهم. وتشايحلهم في ريقهم. مساكن. وانا وعدتهم اخر السيزون. ان شاء الله. بش ناعد قدمك هدية. 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 مش رح يوبر جيبا. اركحوا فيه السيدة زي في الكف. بل اي سايبوني انا وتليهوا بعهد شوية. شو يعملوا فيه. ولا شوفوا تليهوا بناس اخرين. وقاعدين تبارك الله. يقولوا لكم في حقائق غريبة وعجيبة. اه دانك شا عملت لهم من مرة هذي؟. نااااااااا كلمت نقل بضاقة مواطنة. قا ناقى النمر وانا متعدي في الكيس لقيت النمر. اطلابت وقت له ولورة وعندي الوالد متوفي و الوالدة اتوحشدته بش نمشي ونهزوه من اقبر للدار. بلا يجعلها. هاي. باجة. وقيت سعالو سبعة الخير اما فاسل قبلا. يذولي فا مفاسل. يفهم. اشتركوا في القناة اي نعم اي سيمحس ان نلقي الكاميون مقايد عليه نمروك وحات اسمك باي سيمحس عندي بيضاعة بش ننقلها منين لمنين اه قولوا نحنا من الزلاز الباردو سيمحس قدش تتكلف الزلاز الباردو اي شنوها البيضاعة الساعة قداش لا لا مش حاجة كبيرة حاجة خفيفة جوز تقولي قداش وكهور اي مش نعرف انا مبل خيانس موضفيناء شنوها اه قربت شوية مش بايد مش بايد في الجوة ذاك ني خل لي شنوه قطس بشكارة شنوه اه لا اعظم اعظم اي اعظم اعظم مش نزو اعظم اعظمت عالجاج لا لا متعب عبادت عبادت عباد شنوه شنوه شبك تعايد سيمحس اعظم بتعباد سيدي اه عندي انا الوالدة اتوحشت شوية الوالدة الوالدة الله يا رحمه فاهمتني اه توحشت ودنهار كامل وهي هكا ويا وينك يا فاهمينك مرجتني عاد انا قلت مفرد مرة خلينا نجيبه الوالد تطير منه ووحشة هي ونتنحيني انا تختاني من راسي اخوية الغالي فاهمتني اه يا غدوة وقتش تجيه اخوية ما في ايش اي رأى وهو محفور جاو بي رأى والدنيا مريقلا رأى وجوز بشنوصلوت شوف الوالدة وراجة جاوه ما فاهمش شي شكوليت معناه يا بلدي اشتر البيس هو اشتر البيس هو ماهوش كامل ماهوش كامل تي نص لفة معناها فاهمتش حبيت المفسات بش نتوله تكتو تشوف وترجع ماهوش حتى مشكلة يا رجل سلي عني بيه يا راجل الغالي هو زفرة بتاع ميت ولا لا ماهيش متعمهوش ميت هو صد ربي على روحه مش ايه سعيق فاهمتش ماهو اسكوليت بتاعو تي مش اسكوليت كاملة مزيل هو فيه ميت مش مش لحمه مزيل مزيل فيه شوي ميت مش مش هاي سلي سلي عني بيه بره فيه ماهو هي توحشدته هي توحشدته فاهمت الفازر بره هزة هي لي هكت ايه ده كاميوني جانا دبر علي عشان طلع فيها تلاثين الف بيه تلاثين الف اللي كتعطيني المليون خلو اه مليون عدنا عدنا عرسلها مليون اللي ويه ميه قل له لا بيه اللي هزة ليش اشتر البيت بيه يا ياسي محسن عم انا اخرجوه مجي من القبر مجي بينا هو جاو بيهي هو توسيي جاو بيهي هو هو دي جاك قاعد يستنى فينا فهمت تي طلبني قبيلة هو طلبني قبيلة فهمت قال لي وينكم قلت له انا جاي شكوون تي الوالد قلبك مش بينا ايه اللي تي هو قبيلة تلبني ما عليش جايبينه نحن ايقال لي وينك نستهنى فيك ما يمشيت له هي قتل وتوحشتك وياريتك في الدار وخيالك وجواديك وماذا بيهي راك وماذا بيهي تعاود الدور والتعكل فهمتش فهمتني اخويا يكي هو تلبني الانسان مني نجيبه نجيبوه نجيبوه نعبيوه ونجيبوه ليه هو الراجل يتكلم ما احنا نجاو بيهي بنظم ليه ميت 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 يتكلم ايه سبحان الله عمرك ما يريد ميت يتكلم ايه عمرك ما يريد ميت يتكلم ميت معناها صدقت اللي تونس ما فياش فلوس ومصدقتش اللي ميت يتكلم خلي عمني بيه يا ولدي زي اللي فصلت ولدت ازي اخويا ايه وقت ايش نمشي ونجيبوه الراجل قال لي انا الليلة عنده صهرية غاديكا والكل قال لي يخده الصباح يجيني اشنا ومشي غميينه مقليه ووشرة بيورمان ايه عنده زفة عنده زفة هو عنده زفة غادي فهمتك ما على وقت الصباح تبنجيك التسعة ونصبه هي هو ماتينار راو يقوم الصباح يا مفوتينك جاو بيه خمسة بطغى الصباح ليه التسعة الخمسة شنوين الخمسة على الخمسة انا مزا التريق دلعبين عدلي ميتين دينار خوي ميتين دينار نصل هو حدار ومن رجعوش عليه ليه اخويا ليه برشا سبعين زل نحنا كان مش على عينين الناس طويجي واحد دورا نحنا العينين الناس مش الله حاش انتخذي شعلك تدفع سبعين سبعين مية مشتين شعر سل راه مية اخو ايه غدو تجي تسعة نفرع بيه ونهزوه للوالد اخوان مش مش باي اخويا يرحم والديك تعرف شنية اقسم بالله تعرف غير هو قل يراه وم اكي كمان احيك الله يرحمه والله يرحمه اما يتكلم هدي وم ودي يمثبت لي هو باللحم ويدمه ومزيز يا اخودي يا ابو اشتمشي وتشوف لساعة لشاية ودي نص ساعة لحكي لكل شاكرا عاكم شاكرا عاكم امريك لكم يا حموديك عام البرشة غير عام برشة غير اكثر واحد تتحكو محمد جا لا هو متوحشك سايبوا كل مرتاح منك باللبيض يوجي كنشوفك الوهرة كيف انجي او اخويا مليك و ماشاء الله معنا حاضرين انا وايك يقول جي زي دي زيين من اللي قتلوا اي من لسيق زي دي زيين ناقبل مش منتوه مرسي يا عهد كرميوي بعد شوية باش نا باش ترجعنا في الفاغ اي شوية اخبار ديكا ليه اي شوية اخبار ديكا ليه شوية ما وعده بطال تاو بطال عادي بينا يلا وقايت اي اي افم دي كووغيرت ايوه محمد شحة اين بشت هزنا ذاو اليوم بش نحكيو على منطقة في العاصمة جي بين المارسا و رواد نلقاوها في الظحية الشمالية التونس يليومشتش نمشي و نجمارت يلي كانت قرية صغيرة للصيد اما بعد الاستقلال شفت تطور كبير والات منتجة اع سياحي متميز وهي منطقة سياحية وسكانية مقسومة على اربعة جمرت العليا وهي منطقة سكنية وجمرت القرية اللي نلقاوها امتداد لجمرت العليا وجمرت سياحية اللي نلقاو فيها نزل ومطاعم على اعلى مستوى وراز جمرت اللي هو موقع طبيعي يرد الروح بحر قدامك وغابوراك وتتميز المنطقة هذي بشطها ليوصل طوله تقريبا 10 كيلو متر وعرضه يوصل لـ 30 متر هذة علش نلقاوها وجهة للعائلات اللي تحب تعون في بلاسة قرابي وزيد يلقاو اللي حاشتهم به شط مجهز بكل شيء وفم زيدا بارتي فيرج شطها كبير برشا ومعروف بالبلاتو البلاسة اللي تنجم تزمو سلزمتك الكل وتعدي نهير في البحر على شط طويل وعريض ويني نجمو صغار يلقاوين يلعبو في الوسعة على راحتهم ومن ينساوش النزل من أفخم معنا في الجمهورية ومطاعم معروفة عندها سنين وهي بلاسة اللي لمم على صحاب زيدا ويني يتمتعو بنسمة البحر في المطاعم السياحية اللي في المنطقة دونك البلاسة هذي ما نساوش كان فاما شكون ديجا ما يعرفيش في تونس ما عنا حتى السياحي دولي الوجهة الأولى أول ما يجيو سيد بوسعيد قمرت الظحية ديك الكل دونك من أجمل معنا هنا وشوها كبير برشا غادي زيدا شوها كبير برشا شوها متاع البحر انتي تحكي برشوها متاع البحر وشوها متاع البلاي زيدا ايه ليزوتيل غاديك دونك الناس اللي ربما تسمع فينا وما يعرفوش قمرت من الأجانب الكل يعني أخواتنا من الجزائر من ليبيا وكل أول مرة يزوروا تونس طلع ودورا في قمرت رهي حاجة لازمة بتبعا وبعدت عدى السادي بوسعيد شوف الكرام وحلق الواد ومعدك لازم نحكيوا لجو حق الواد عاو نسترجعوا ذكريات حلق الواد قبل وجو حق الواد اللي كانت العبيد مش مشي تصايف تكري في حلق الواد مرسي محمد شيحا مرسي باي باي عايشك توا وقاية عاد بطالة وقاية بايا اللي سنو فيها جمهورها الكبير برشا قداش يحبوها أكثر منا تلقى الكوخ في لكم الطيغ والورد والجو واحنا يعطي فعلينا حاسيلوا تسعة واحد وثلاثين دقيقة اثنين وثلاثين دقيقة واخرنا عليك بدقيقتين جميلتنا العزيزة للي وقاية برجك صباح الفل وصباح النور يا أهلك عايشك 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 إن شاء الله نهاركم مبروك كمستمعين رجلية فاهم من نسكن مرحبا بكم وينما كنتم تسمع فينا كما العادة نبدأوا بالحمل الوديع الحمل المزيين إلا كان حاسيت ضغطات حاسيت الوضع مش هو ماذا بينا نصبروا شوية ونأجلوا الغضوة بسيش فما حتى مشكل المهم تعفكش تجاري الأوضاع بش ما نخسروش المجهود متع المدة اللي اتعدت أنت الحمل عندك أخبار سارة عندك أحداث مزيينة خاصة خاصة اللي عنده وعده اليوم مهم بإذن الله الوعد بش يكون في محلوه بالنسبة للثور قالك عليش تحكي على ثورك نعلى الفلوس تحكي شوي على الحب وعلى اللي حكيت نعرفوا الثور اللي هما من الأبراج ترابية اللي وخدام والحب متاعه والمتعة متاعه والكسوامرة والراجل هما النجاح الإحساس بنجاح والتقدم والبينصير الفلوس ولكن هذي كل عنده الثور في الحب يبدأ تبدأ الأمور سهلة برشا ويعرفوا يحبوا وفهموا الجنب الرومانسي اسبيسيال وممتازة على الأخر دونك عندك حب وعندك فلوس وعندك سفر وعندك برشا حاجات أحلوة يا ثورة بالنسبة للجوزية اللي هما ماخدين التوازن الكل اللي يمتذيه مستندة كوكبية ممتازة قاعدين يجيروا في برشا أوضاع اللي هي فيها نوع من القلق وإلى الأحبات ما ما شاء الله عليهم هي البرشة تخزر للجانب المذيء واصل بطريقتك بإذن الله بإذن الله بونوفيل سوغلاغود كسوالي كنتي ولا البختون أغمتاعك وإلى في الجانب العائلي بالنسبة للسرطان اللي مزالوا جزء منهم قلقين شوية بالبقايا متاع الصعوبات اللي صارت الموتة اللي اتعديت كهو ننسيه ونحاولوا نتنسيه حتى ننسيه ونقدموا بتريقتنا وأي موضوع عندك أي موضوع عندك تقدم تقوش وتفرج ما تأخذش وتعطي ما تضيعش الوقت أخوذوا الأمور بجدية أكثر الحظ معاك وين ما أنت يا سرطان أنت سرطانتي ما نوسيك لكن عندك حاجة مقلقتك خلي عندك الحوار وأبعد على الشك اللي يتهول به المشائل على نفسك بالنسبة للأسد اليوم من الأبراج إن رأيها اللي عايشين بساج يسر مزيان حتى كان فيه جانب من الضغوطات ولا غفلة اللي النتائج خرقة للعادة مهما كان بأخبار صارة أحداث غير منتظرة اللي بيش تبدل المعطيات بطريقة يسر مزيانة بالنسبة للعذراء اللي هما ماخذين الأمور بطريقة مزيانة برشا ليمت لك رخصتان جانب التفاعل والأمل والثيقة وكراحكيت الحلوة لكل دونك هذي لزوبسون هذوم وكل يخليوك تشوف لفيه انغوز إن شاء الله دونك قدم بطريقتك انت العذراء من غير تردد من غير توتر من غير اندفاع أي حاجة مش واضحة اليوم استناها غدوة إن شاء الله بالنسبة للميزان اللي هما من الأبراج المتفوقة والمتقام متألقة خاصة احنا لاحظنا ليمت اللي فاتت ساعات نلقو الميزان ماخو الأمور هكا بجدية أكثر ساعات نلقو ماخذ الأمور بسطة أكثر من لازم المهم اللي هما اتقلموا مع الأوضاع بش يصلوا حقه اللي يحبوا عليه دي ما أقول ولادة حدث اللي فيها برشة مستجدات عند برج الميزان كل سواء مراوة إلا رجل إيه سقطو إيه سقطو اللي يستنى في كونتخاوة لحاجة هم بالنسبة للعقرب اللي هما من أكثر الأبراج حظ من نواحي الكل عمليا مدين عروض ممتازة أخذ قرارات خارقات العادة جانب ما دي توسعات غير منتظرة برشة حاجة أحلوة سقطو اللي يستنىوا في دوسي ورقة أي حاجة وإلا اللي يستنوا في خدمة خاصة أكثر سؤالات العقرب على الخدمة إن شاء الله اللي جاي أحلى بالنسبة للقوس اللي هما من الأبراج المتألقة والمحذوذة واللي رجعوا قوس بأتم معنى الكلمة دونك أنت لق من غير تردد من غير تراجع إياك الجزر والمد ومن ضيعوش على رويحنا الوقت حاول تقدم بطريقتك وخليك عقليني وتعامل بالجانب العقليني أنت القوس مبلغ مالي حاجة يسرح لوا مدين تفرهيدة كبيرة برشة 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 عند أنثى القوس بالنسبة للجدي اللي ماخدين زمام الأمور بجدية وحات بقرب وبشيخذوا قراراتهم يعني معاش فما تراجع عند الجدي حاجة يسرح لوا دونك هذه الحاجة لتخليك تقدم تخليك فيك روح المغامرة هي اللي توصلك للي أنت تحب تصله بإذن الله توسعات ممتزة خروج من المضاعية غير تقلق في الجانب المادي والعملي أخذ قرار عاطفيا أو عائليا اللي فيه بإذن الله بإذن الله إيجابيات ممتزة اليوم نهار سبيسيال عند الجدي إن شاء الله بالنسبة للدلو اللي هما من أبراج الهوائية الممتزة رجعوا خذوا التوازن الكل ينتحهم حبل حياة والإنسليقة المزيانة تغطو اللي يستنى خاصة خاصة اللي أكثر سؤالات اللي عنده أي حاجة تخص الأمور المدية والحياتية بإذن الله إيجابيات ممتزة سؤخطو في الليميت الذهم اللي أحنا فيهم إن شاء الله أنسة الدلو اللي عايشة فراغ عاطفة حب كبير يدخل حياتك بدل المعطيات الكل كما العادة نكملوا بالحوت اللي هما من الأبراج المحظوظة من الأبراج الملمة سؤخطو المدهذية نجم نقولوا تعديناها مرحلة العبور أي وضع عرض بلك تأجل تعطل ماذا بيك تأخذ الأمور بجدية أكثر يسؤخطو التأجيل والتردد والذكرة اللي فيتا حد اللي تنجب تعملينه وتعطنة ماذا بينا ليخذ الأمور بالراحة خلينا نوصل لبارة الأمان إن شاء الله أنسة الحوت وإلا رجوع بعد غوبتور خاصة اللي عاشوا ضغوطات عاطفية المدة لخرين أيام ديما في الأول وفي الأخر نتفقلوا خير وقاوكين الخير لشانهاركم أسعد الأيام نخليكم مع بايا ماغسي للي عايشك أهلا وسهلا بيك نتفقلوا خير نلقاوكين الخير وبرشا خير بتسمعوه ميدام في وقية جمالك ضيفتنا اليوم الدكتورة عيدة كسراوي أهلا وسهلا ومرحبا بيك دكتورة سبحة الشباب والجمال بايا أهلا كيما جمالك أنت عايشي كنت أي كنت الجمال ماغسي دكتورة عيدة اليوم الأسألة بخصوص الفوتونا اس بي جيناميس مستوحات من الاستفسارات المستمعين برشا برشا أسل جيتنا من عند خاصة الانساء وكانت زيد توفحنا مثلا التقنية تقنية فوتونا كالدي اللي برشا نساء يسألون عليها يحبوا يحبوا عليها يحبوا يزيدوا يتعارفوا عليها ماغسي بقي على السؤال هذي خاطر بالحق برشا أسل جيتنا هي تقنية جديدة في عالم التجميل في تونس لكن مش في العالم دونك الفوتونا كاتخدها هي تقنية مستجدة وسابقة في عالم الليزر أوجدوها خبراء فوتونا لشد الوجه تكون من أربع مراحل تقريبا اكتشفوا خبراء فوتونا أنه نجموا نشدوا الوجه من داخل الفم في كأول مرحلة في بروتوكول فوتونا 4D علش من داخل الفم على خاطر أحنا كناخدوا مثلا كيستي سخون ويتطب على البشرة متاعنا نحسوا حرارة كبيرة وحرق يمكن لكن الغشاء اللي داخل الفم يستحمل طاقة حرارية أكبر وهكيكا أحنا نجموا نمشيوا للطبقات العميقة من البشرة ومن الكولاجين بش نجموا نخدمهم أول مرحلة من بروتوكول فوتونا 4D أنه نخدمهم من داخل الكافيتة بوكال من داخل الفم كما عند الدنتيس لكن هي مرحلة بلاش وجيعة لدام صحيح باشتعدي هو الدوم حسب تقريب 4 ساعة المرحلة الأولى من فوتونا 4D لكن ما فمش وجيعة ما فمش حساس بحراق ولا حد شي وحنا اللي نخدمه فيها نبدأ اللي الوجنا قاعدة تتهز في نفس الوقت وحنا نخدمه داك انستاني انستاني دوزيام ميتاب باش نخرجو من الفم ونخدمه لكالي تي دو بو من بره باش نستعملو وهيدي خاصية كبيرة في الفوتونا لنستعملو النوعين من الموجات من الليزر وهيدي خاصية بفوتونا باش نحسنو لكالي تي دو بو دوزيام بارتي دونك احنا باش نمشيو نحسنو التصبغات لبو افرازات الزايتية بالوقت وحنا نخدم شراو في البو قعدة تصفة وفي الكوديك لا زادة مرحلة من غير وجعة ومن غير حتى مخلفة ولا حتى حمورية بعد الحسة دوزيام تخير تخوزيام تخوزيام وهنا باش نعطي امو تكنيك اونيك باش نقوله في الحسة هذي خاطر محله سلة تكنيك بيانو خاصة بفوتونا دونك اللي باش يحفظ فوتونا يقمر معاها كلمة بيانو نسكول تحب الموسيقى بيانو خاطر هي استعمل لموجات ليزر في جميع الطبقات الجلدة اللي شد لباديو فيزاج فاحنا باش نشوف التراهولات اللي نلقاهم في سنة 30 وال40 وال50 فما فوق نتع الفك السفلي باش نخدمو ونخدمو الوجنات ونهزو نونك كعملية شد تصير في كل الفصول خاصة في الصيف لانو معانيش حمورية بعد الحصة المرة ما تخافش تجم تمشي للخدمة متاحة تقول لي اسكو بعد عندي مخالفات نقولها لاتنا جم تعوم بعد نهارين ولا تلاسة الواقي الشمسي هو لكون خالي بناتنا كيما اي حاجة اخرى في المتسينة سليسي دونك نجمو نتفرجو على التقنية وطريقة استعمالها في الفيديو قاعدين ننجوفو نوك على اي فام تيفيتج مترجو في كل شي قدامكم دكتور اقول لي بعد مرورك معانا وحديثك على ايجابيات فوتونا اس بي ديناميس على تساقط الشعر برشا برشا طلبوا اكثر تفاصيل على النقطة هذه بالذات اي صحيح الفوتونات توفر لنا موجات من الليزر اللي نجمو نعملوها على فروة الشعر كسوال الرجل ولا للمرأة وخاصة الرجل حتى بعد زراعة الشعر لتحفيز فروة الشعر على ايجاد معنا تعالى تكثيف الشعر اللي نجمو نزيدو معها كما نعرف لو بي اخ بي وإلى الميزو تغابي وتعطينا نتاج حتى بعد زراعة شعر كيف كيف الفوتونات نجمو نعملوها بعد عملية جراحية لشد الوجه خاطر بعد لا يتعدك نفاخ وكل شي نجمو نعاونو تحفيز الخلايا اللي صنع الكولاجين بعد عملية جراحية 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 نقول لكم صور الكل موجودة تجمو تشوفوا التقنية هذي وين معنا الصور اللي نشوفوهم وما الصور اللي تمت عليهم لاحظوا شد الوجه حتى لسيان نزوجين يطلع اميديات مو أبخي لسيانس ويطواصل هذا بعد شهر وشهرين نلقاو معنا ننبغ لرزولت جراحية انفت نفاخ شكرا لك دكتور عيدا على حضورك معنا مرة أخرى ولي بفضلك اليوم زدنا عرفنا قيمة فوتونا SP ديناميس في مجال طب التجميل وكما سبق قلنا فوتونا SP ديناميس اليوم تمثل ثورة تكنولوجية في المجال الذي يجب علي لازم تكون متوفرة في جميع الكابينة أستيك ودرماتولوجي بفضل دقتها وفعاليتها باش تضمن نتيجة ممتازة نشكل زد ريسكان ميديكال الي وفرت لنا فوتونا SP ديناميس الاول مرة في تونس وليتنجم تابعو احدث التقنية متاحة في الباج انستغرام ريسكان أستيك مرحبا بكم عودة عهد كرماوية معانا في البلاتو باون بشي شايحلي ريق يا ميسانج بشي نوسع بايلي وايوتا وايوتا بشي شايح لو ريقو بانجو غنيسي كل تسمع فينا عهدره ورجع وإلى بانجودة متفرج فيك الجمالية ما زغرت خاتر متفرج في الجمال اللي فت في شيعم شيعم ما با قررني اتوحشت اي ولا اي خليت بلاصتها ما يتوحش حد يدور الباية يقولها اينا تحبت عمل لي مشكلة مع صاحبتي ايديج اللي اتوحشتها برش وزي ميلتي اعمل فتنا فتنا كبيرة قعت مغايب وجه سرنتي ما عرفت شايح يا باية مشيت وشبت لك ما اقوى قالك سمعت كل شي راني وسمعتك انت كيفش قلت ايا خليت علينا بلاص عريت الفرق شفت شفت بربي جينا انا انسانة طيبة وبيه ونعاشر راو هو راو مش كي برشة ناسرة لصت حد ميفوكها حد ها بش نكلا شيك استنى 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 جايبا يك انت اي خلنا بينا نحكيوه محلية اللي اخذر موتيك ميختيبوكو يا عايشك نعم قل لها محلية موتيك لاخذر اه معرس السايد ودبينك بالحق اي اخبر منعرفوش اذي خطر قاعد يغايب فيه في القوف لا مش صحيح اه بي نحكيوه على لطف العبدالي القصة مازلت متواصلة يا باية البيرح هبت دو فيديو على الانستغرام احكي فيهم من فرنسا عليش غادر البلاد وشنية صار بالضبط في عرض قرقنا خلينا نسمع عرض سفيق سامحني خلينا نسمع اه شوية من اللي قالوا البيرح في الانستغرام والله 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 وبيت فيهم وفي عائلاتهم وهبتوا في الليباج ويبعثوهم في الميساج بريفي ودرشنوه ودرشنوه ويخونوا فيهم في بنزلة صار نفس الحكاية فلا تخافوا من عرفتهم ومن في رقب تفتق فلا تخاف فلا يمو لا تخافوا من الناس الذين يخافون مني أنا هذا يعني الذي يخافني ويحمي الشعب التونسي يتبورب علينا لا احترام للنقابيين نخرير ونخبرك هذا يجب أن تذهب من السي يجب أن نعمل بذيق يجب أن نعمل بلقدار يجب أن نكمل عروضة كبير لكي نبلبز مسرحيتي وكي نعطيش حق الجمهور لا أشعر في السيكوريتي أخفت أخفت على أولادي عائلتي لا أعلم بذلك أذهب قطعت قطعت أنا في فرنسا لكن أريد أن نقول لكم قاسما عظم من فرنسا لأمريكا لأحد شيء يعوذ لبلادي خليت أولادي في تونس عائلتي في تونس مجيوش معي معناك القومة تأصبع تلعب مع أولادك مجيوش 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 من زير ومن مغرب ومن تونس أنا تعرضت أكد اللي هو تعرض للتهديدات من قبل مافيا قانونية مسلحة وهذيك علي خلى كل شيء وخرج لفرنسا في آخر فيديو كما شفنا لطفيل عبدالله متأثر وصل حتى بكيد موعه وقال هذا آخر كلم لي داكا بيه شيء أثر بالحق معناك كنت شوف عبد يبكي معناك شفته ظلم قديم وش باهي معناك ظلم ظلم معناك ظلم وش باهي ماذا قاولك معاهت أي عد راجع عنتي في فور معاهت وليه مش عرفي فور ما وليه أما هو اللي يتعدى به ميناجمش حتى حد يفسره معناه خطر وضعيته وهو خخاف هو كما قالنا خفت ومشيت أما زي داراو كومي باش توصى لانه تقول بلاد ما فياش قانون معناها وما فياش آمن واللي المتاحة مسيب بكل بلوق آخر كيانو انو النقابات أقوى من الدولة ولا أقوى من السلطة ويعملوا اللي يحبوا وينجموا يظلموا العباد وينجموا كذا مانت أنت توافق مثلا بلاي الميساوي كي قال لطفيل عبدالله يشاوى في سورة تونس لا ما نقولش يشاوى في سورة تونس سنة ما نمشي في منطق آخر خطر فما تحب نحكي ولا حتى كان شو ندخلوا في موضوع آخر فيسعة فيسعة فما خصوم سياسيين معاينين ويتعطيوا على القضاء ويخرجوا قاعدين يعيشوا نرمال معناه لطفيل عبدالله انتي خواهي فما سياسيين فما سياسيين حياتهم كل يوم مهدد ويمشي قضاء ويتعدل القضاء ويحكم القضاء كل ما فما حد شي يمشي روح على روح فما مبالغة تحس في الكلام فما شوية مبالغة متفاهمين على اللي يتعدى بيه معناه اللي يتعدى بيه ما وش به وبالك شي خوف زي دعا لازم اللي يخايف وهو يعني شو هو خايف ما وصل لعملك هاي كل ما هو خايف خايف بالك شي وكهاوس هو خايف فما سياسيين عملوا اكثر منه هو ما انتم اللطفيل عبدالله اما مش توصل للحالة هذي موجود راو خلنا بدهم متفاهمين معناها فما دي باج قاعدين يحكيوا فما باجات قاعدة تتكلم فما دي كومنتير زادا خايفين على الاخر وينسبوا لرواحهم لل المؤسسة الامنية وكوا جي تشوف بعض تلقاه فو بروفيل ولا تلقاه كذي الحقيقة راو موجود هذي راو موجود ونشدوك ونعملو لك ونجدو لك ونهدو الناس كل ويوصلوا نقراو فيه خطر نحنا الشايزة دا موجودة انا الحقيقة راح بيتنقول اللي انا نتفك الكشمار اللي اللي انا عاشته في وقت قضيتي مع كلاي بي بي دي معناها راو راي فيراجات خرجت لي قدم المحكمة راو تهديدات بالموت تهديدات حتى هو لوتفيل عبدالي معناها هددني انه ما انت بشي بشي عمل فيه العجاب العجاب اذا كان انا من من نتنازلش على القضية دونك معناها هذا الكل اليوم هو تقريبا في الوضعية اللي عشتها اينا راو لوتفيل عبدالي اما انا مهربتش لحقيقة ما خوفتش انا حتى المحامي متاعي خاف اكثر مني عيلتي خافت اكثر مني ولكن ما خوفتش انا حاملة القضية ومتاكدة من قضيتي وحقي ناخذو ناخذو مهما كانت التكاليف حتى انا نجم نخاف على عيلتي زادرة وثمش كون التصلبية وقال لي خاف على عيلتك مش حتى على روحك دونك هذا كل عشتوا انا مرأة ونفكروا لطفي مع انت هو اول الناس اللي هددني من الناس اللي هددني دونك من عرش وكأني حاسة اللي فما مبالغة ربي معاه لاني انا لحقيقة ربما نتكلم مع مع اللي قوي مع نتاليا ما مش مع اللي في حالة اللي في حالة ضعف انا منجي جذده انا نسائبه ولكن كان لطفي العبدالي اليوم في كيما لطفي العبدالي اللي نعرفوه بالكش يمكن نجم ندخل اكثر معه في الموضوع ونحكي معاك ايوه؟ انا البرح بايا حكينا فيه الشجي والفيديو اللي هبته وحكيه بالفرنسي على خرجته من البلاد والكل وقلت تبنيت بوه مش تبنيتها ما قلت اللي فما مبالغة بوه رأي بل الميسوي زده فيه برشا مبالغة لتشويه البلاد والكل لكن قلت زده لطفي العبدالي يصدمني بالفيديو هذيك خطر حسيت فيه برشا مبالغة لكن بايا البرح عودت اصدمت بالفيديو اللي هبته في الانستغرام وهو متأثر خطر فنين فنين تونسي يوصل يبكي ما نعرش الحقيقة شنية سال اينا واحدة من الناس حتيت كومنتيغ وكتبت قلت ما شفت اللي حكيه ممكن تتعدى وحكيه كما يصيره في تونس كما صار له من نهدي الى اخيره لكن شوف فنين يبكي هكيك بالقهرة وبالغصة ويحلف بكتاب قرآن قاررهم يهدوا فيه وقاررهم عبيد جيت طلعت في اللود تعقرقنا تسب فيه قضية معروفيتها ما همش مقدرين كلم زيد هو بيهك يلقى كيف كانت مثلا ان يتفاعلوا معاه ويحسوا لا لا عبيد الكل بيهخ في الانستغرام تفاعلوا معاه فنين الكل ممثلين الكل انا نحي من هذا الكل كما نحنا تفاعلنا زيدا معاك في قضيتك في برشا عبيد نحيني من هذا الكل انا فنين تونسي يتمس بالطريقة هذيك ويوصل يبكي على الانستغرام بالطريقة هذيك ما اكل واحد كيفش تكون غالك سنتينه بيا زيدارا هو بتتخلط في العبدالي قاعد يتعدى بظروف وإلا بديبخيسيان وإلا أسفواغ الحالة متاعه ما كانتش سهلة كانت صعبة برشا بش يتقبل حاجة كيف نهك الحقيقة انا تمسيت البيرح وتأثرت برشا مش على خاطر بان قوله خفت ما كاركش خفت ارجع لبلادك وتونس راهي متاعك ما هوش بتاع معني هم بتاع الناس كل مش بتاع كنا الامنيين اللي انتي متجرمش تقولوا ارجع لبلادك خطر خطر التهديدات انتي ما متعرفيش شنيه ايا ما قلوا ارجع لبلادك على خاطر تونس تونس لكلها لكلها إذا فما حاجة خائبة بش يتمس فيها مو مثل ولا أي مواطن راي كل تونس بش تقف معاه والحقيقة فنين يتمس بالطريقة هذيك ويرخي بطريقة هذيك ليه عليش 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 سيدخوتاه ليه نجم يرجع وتنجم تتفضل الحكاية والامنيين راهوا فمل به وفمل خائب بتبعها في الشكل خلال امنين سمحني شكون شدها شدها البلاد بعد ثورة لو كان مش الامنيين شكون لي شد لشدها فنانين ولا شدها حتى تحضرها ناس كل تخبيت نقول لطفي بان كوغاج وتونس هذي بلادك ارجع لها في اقرب وقت متخليش صغارك وعائلتك ومتخليش الدومين اللي انتي يتخدم فيه خاطر اذا الفنانين الكل بش خليه الدومين خاطر بالحق نحكي اذا الفنانين الكل بش خليه الدومين ولا انتي اذا تصير لك حاجة تخلي الاعلام وتخرج معنى يشكون شوق عاج يخدم فيه خليه للعبيد الاخرى تخدم ولا ما فهمتش معنى حكيه كيف انهاكة ملازم يش تأثر هذي موقفة هذي موقفة تأسف وي ان شاء الله لباس عاحد عندك عندك مشكلة ليلة ما عندوش مشكلة بك عندي كلمتين قلتهم نحكيه على الممثل والمخرج جميل العروي كان موجود في اذاعة البارح واهم تصريح قالوا الممثل لمين النهدي اللي صحفي اللي عمل لغطوق بعد مسرحات لمين النهدي لازم نشوفه الانتماء متاعه على خاطر اللي عمله منصوره شطا واحد محايد وقال زيدا ممكن لمين النهدي الانتماء متاعه جلب الانتباه هوني يا بايا ممكن نحكي على الانتماء السياسي على لمين النهدي في فترة ما وحكي زيدا على الاقصاء شوية ممثلين قال ممكن على خاطر هم محسوبين على عهد بن علي هذيك علي شمعاتش نشوفه فيهم في التلفزة بالنسبة للموضوع على اقصاء الممثلين على خاطر محسوبين على عهد بن علي فان بوثيتر possible اي انكار اللي قاعدين نشوفه في مطربيين مثلا من عهد بن علي ومن قبل بن علي مازالوا موجودين خدموا على رويحهم يعني هذي فكرة مغلوطة ايامنا ايامنا في خطو غيرها وغيرها برش يخير الناس الكل من عهد بن علي صحيتش كن مكنش تابع بن علي لي 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 مش تابع فما فرق كنا كنا بن علي اللي اللي يجي في عهد بن علي ما تتابعه لي لحقيقة يا بايا كان عنا رئيس اسمه بن علي والفنانين الكل اللي تم استدعاقهم الاغلبية متاحهم للقصر كمغانين وممثلين وكلهم كانوا يخدموا في تلفزة الوطنية كانت عنا تلفزة بركاتون السبعة اللي كانوا يخدموا فيها الناس الكل في المسلسلات وكلهم كنوا عايتولهم الاقصر والمسؤولين ومثلين يعايتولهم القصر ايه فهمهم ومثلين عايتولهم القصر فهمهم برشا مسرحيين يشيو كرموهم يعموا مسرحياتهم فهم فنانين يغنيوا مش مشكلة انهم كنوا يغنيوا للرئيس ولا يمثلوا ولا تبعين للرئيس حاجة مغلوطة عالخ خاصة في الممثلين فهمهم بشا ممثلين قائمة طويرة الممثلين اللي مثلوا وهم من جيل من الجيل اللي خلط على زين العبدين بن علي صحيح وليد الثمانينات خلتوا على شكون على بورقيبة مو خلتوا على بن علي والتسعينات مو خلتوا على بن علي شكون اللي مخلتش على بن علي اللي عمرو كونش 14-15 سنة حكاية غالطة حكاية كل مرة هل وبيني نعودوا فيها ونكرتوا موجودة باي فهم بعض الممثلين ما تسمعش اساميهم طويل كانوا يخذ مقبل كانوا تحسبوا على ابن علي كيما شكون وهم اختيهم نسمي لك برشا ممثلين كيما مثلا حمد دغمان اي تحية لي تحية لي عليش ما عاش يخدم ممثل غول وعمل لها دور كبيرة وعمل بطولة تحسب على النظام السابق عليش عمل هو في النظام السابق ما عمل شي ذيك المشكلة تواذية هو المشكلة مسألة هي لهنا حتى لو فرضنا حتى اللي هو خطيه امامي سير اش نمشي معك عنده عنده انتماء حزب اشن هي المشكلة اشكون ما كانش عنده كارتك بل المخرجين مثلا سامي الفهري مثلا عبد الحميد بوشنيق مثلا المخرجين الكل مثلا يكيجيبش يختار الممثلين يمشي يقول هيدا كنت بابن علي برب يثبتو لي برليه في هشكون منهم تبع بنا علي هكا يا عملو مش هكيكة باية هو يحكي على الدومين اخر هو يحكي في تياترو ويحكي امور ليه مش في تياترو يحكي على التمثيل بسيطة امان باية باية اخي ما نعرفوش القعدات اخي ما نعرفوش كيفش قعدات باهيش ما تتقبلش العباد ما تقعدش ما يحكيوش مع بعضهم ما يتناقشوش ما تراش مخرج مسرحي مع مخرج تلفزي مع السينما مع التكنيسيا مع انجينيور مع كذي موجود نتقابلو 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 بعضنا فما كلم يتقال موجود تم اقصاء برشع بيت مع انت واحد من الاهد اللي قديمت عاديه في مسلسل تونسا معاش يتفرجوا في المسلسل عادي نسميلك ممثلين خدموا قبل طوما فمش ريحتهم طايمة طويلة زادة برش اسباب برش اسباب برش اسباب للمخرج ما شافش الممثل اذاك في الدور عادي قديش عانا من المسلسل احنا قديش عانا من المسلسل عانا زوز مسلسلات وعانا مئات الممثلين اقصاء الممثلين دو وليد انا قديما سب هاو صيب عبن علي هاو ادرا شنو عمالنا دي جي ايهو اخدي وقته سمعني الستة قعد تشوفي الممثلين مايستحقوش ببازتهم قد رافي نفس الممثلين في الستة انتجين قول فالميتيو والاخبار وبعد راجعين نكملوا وقاية بازة